بعد أكثر من عام من انطلاق مفاوضات فيينا حول النووي الإيراني لا زال الاتفاق بحد ذاته مصدر قلق ومعارضة شديدة في الأوساط السياسية الأمريكية لا سيما وأنه بني على أرضية هشة وفق تعبيرات أكثرهم في الكونغرس الأمريكي استمع المشرعون لشهادة المبعوث الأمريكي الخاص بإيران روبرت مالي جلسة تزامنت مع توقف المحادثات مارس الماضي لتفتح الباب واسعاً أمام احتمالية فشل التوصل لاتفاق دبلوماسي هيمن على الحضور سؤال واحد خلال الشهادة ما هي الخطة البديلة لمواجهة إيران؟ السيناتور منينديز الذي عرض الاتفاق حتى قبل إبرامه وغيره من المشرعين قللوا من فعالية العقوبات المفروضة على طهران خاصة وأن الأخيرة تتحايل بسهولة وتبيع نفطها لدول صديقة أهمها الصين مالي من جانبه أقر بأن بكين هي المستورد الرئيسي للنفط الإيراني غير المشروع لكنه أكد أن إدارة الرئيس بايدن تفضل العودة للمعاهدة النووية واعترف كذلك بأن احتمالات نجاح مفاوضات النووي ضائلة جداً روبرت مالي بدأ في معظم حديثه أمام مجلس الشيوخ ملقياً باللوم على الإدارة الأمريكية السابقة حيال ما آل إليه الوضع مع إيران فيما انتقد مشارعون إصرار الإدارة الحالية على التوصل إلى تسوية سلمية مع النظام الإيراني بينما تقوم هويته على معارضة الولايات المتحدة وشدد آخرون على أن إحياء الاتفاق النووي سيسمح لتهران ببناء أسلحة نووية بمجب قوانين من الاتفاقية تنتهي في السنوات السبع المقبلة